نعمل كمان النهاردة صلطة بنجر البنجر ده حلو وبيخسل المعدة وزي الفل وحلو للعيل الصغيرة قوي ده البنجر البنجر ما تسلقهوش مقطع ولا تجرحيه لان لو جرحتيه هينزل كل اللون بتاعه هيبقى وحش مش هيبقى حلو لازم تسلقه بقشرته وبعد ما تسلقه تقشريه وتسيبيه بقى تبتقطعيه على الشكل اللي ريحك ودي بطاطس هنكمرها بس ما تهرهاش عشان دي هتخش تبقى صلطة هنولى عليها دلوقت هندخل بس الساك ده الفرن ده ريحته حلوة من دلوقت يومان لما يخش الفرن بقى هيستوى على الهادي هيبقى جميل قوي بسم الله كنت لسه بتكلم وبقول لي ست الحباب اللي كانت بتكلمنا كل يوم نعمل حاجة بسيطة وحاجة صغيرة وكل ما نعمل حاجة صغيرة وكون بسيطة حاجة على حاجة هتلاقي نفسك عاملة حاجات كتير والحاجة تجمعت كده وبقت شكلها حلو وبعدين خفف تشيل ما تشيلش كله مرة واحدة ما تروحيش السوق تفضلي كده تلمي اشف خمسة كيلو بطاطس وعشرة كيلو قوطة وبش عارفة وتبقى ماشية الجرجاري بش قادرة تشيلي خفف تشيل على رأي المثل يقول لك حلب العجول ولا مسكها يعني اعود امسك العجول احلبها وبقاعدة راسية كده وبعمل حاجة كده بالراحة ولا اجري ورا العجول في الزريبة شمال ويمين يدوخونه ويقطعه قلبي يبقى حال بالعجول ولا مسكها البنجر هنقطعه بقا كده ايه عاوزة تقطعيه مكعباية عاوزة تقطعيه شرايح زي ما تحب بطل حكاوى واد انت جاي هنا تحكي ولا تصور غالي عشان حبيبها صوتك طالع في الميكروفون في ودن ده حبيبنا اللي في اخر الدنيا سامعينك انت جبتوا نفسك انت تعديت من غالي قاعد يا اخويا بتسمر وتحكي ولا بتتصور ده انا والله بقى بقى يبهدت عليهم بقى يقولوا امثال ويتبوخوا واللي روح يعجل لهم واللي روح ينشر لها الغسيل صلاة النبي عليهم يعني اهو انت بقى اللي تقال عليك صاحب بلينك الداب بقى مويا بقى يا واد يتصور يا تسامر انت حر قملي اسمك يا واد انت نسيت اسم ريمون ريمون استاذ احمد هتلينا ريمون بقى عشان ايه كل حبيبنا بقى بتعشبرة وكل اهو فرحان بنفس ناشي يا ريمون هقولك بقى مسال يا ريمون بس ما تاخدوش على نفسه بص بقى حمر ملك ولا كاحلة شرك يعني لما يكون عندك حمر ملكك وتسحبه في اي وقت تقدي بمشوارك ولا بقى فرصة شرك ان ركبتها السعاد يجي شركك يقول لك تاني بعد ساعة لا معلش شرك ان انت سنة واخدها وبش عارف رايح عالترع ولا رايح الغيد لا مايبع عندك حمرة واحدة بتاعتك وكون ملكك وتروح بها مطرح ما تحب بسا مايبع عندك فارصة طويلة عريضة وشرك مش عارف تتهنى بيها انا بقول مسأله خلاص انت ملكش عليك بالموضوع ده وبعدين ده البنجر ياواد شكله حلو ولا اللحمة الضاني اه اه استاذ ايمن صدقت استاذ ايمن منصف بيقول اللي ما اقدرش يأكل كبدة يأكل من البنجر ده بجد ده كله فايدة وحلوة قوي اسكت يا اخويا كيلو الكبدة بقى 120 جنيه البنجر هتلاقها الوحدة بجنيه انا من ساعة تواجهت البرنامج ده كل يوم بتعلم اتعلم من الناس الكلام الحلو وتعلم ازاي ارد وتعلم ازاي اتكلم وتعلم ازاي اقف تعلمتي من الناس كل حاجة حلوة وتعلمتي لما ملاقيش حاجة اسأل زي استاذ عصمت كده لما كان قاعد معايا وشفش الخلط ده الغطى ضع مني بتقوله دوري استاذ عصمت شفته رح شماير رح يمين لما يكون ضيع منك حاجة ولا مش عارف حاجة مش عب ما تسأليش اسألي السؤال محرمش اسألي وعرافي وعيش هنفضل طول عمرنا نتعلم حتى لو بقى عندنا 100 سنة هنفضل برضو نتعلم من بعض ناخد بقى سور حبايبنا الاطفال يا جانا جميلة جودي ما شاء الله عليك يا جودي جورية اسمك حلو وقعدة ع البحر ما شاء الله عليك يا حمزة الله اكبر اي يا اختي مكي موز حتى فق راسك جميلة يا رتاج ما شاء الله الله اكبر ريم وكريم وحنين يا زيزو يا عمر سلمان تحية يا عم سلمان سيف ما شاء الله عليك زي الامر عبد الله وسلسبيل قاعدين في الكوشة اي يا عم علي يا اخل الأسامي يا علي عمر واسماعيل ما شاء الله عليكو الله عليك يا عمورة يا جميل فاطمة وعمر ونورة السلاس المارح بقا فيصل ما شاء الله عليك يا فيصل جميلة يا لوجي الله اكبر ما هتابه ازياده باهي ربنا يخلي يا رب يا رب خلي الله عليك يا عم محمد ايه الحلوة دي ايه عم محمود طير في السماء ما شاء الله عليكو يبقى دي البنجر هتقطعيه زي ما تحبي ودول احنا قطعناهم شريع حشان نحطهم في الجام اتسلو ايه وما تهريهوش وتقطعيه بالراحة بيبقى زي الفل وبعدين لما تأكلين العيال ما تخافيش منه ده بيأول العيال ويخلي العيال زي الفل وبعدين لو لقيت العيل كده لما اخذي يعني البول بتاعه متغير ولا حاجة ما تقلقيش ده بينزل على المعدة ينظفها ويطهرها ويخليها بتبرو كده زي الحلال بتاعات غالية دي صلطة البطاطس بالبنجر هتبقي صلقة البنجر والبطاطس تاخديها فورة بس ما تهريهاش تبقى جامدة برضو عشان وانت بتقلبيها ما تتهريش منك خليها كده حلوة عشان دي صلطة وهتخرط لها شوية بقدوني زي دول هتحط لها بس ايه شوية زيت معلش يا اخويا لمو اخذة خمسة بس كده ورجعي لك عشان بس كده حدرلك ايه يا رب بس اكلنا كده يعجبك مش هجي زي اكلوكو طبعا يعني ده كفاية عندكو السمك الشبر وكل حاجة عندكو حلوة كل حاجة عندكو حلوة ده كمون وقادي شوية ملح حابة تحطي فص طم مدقوق معاها ماشي مش حابة برحتك لو مش عاوزها بطم برحتك بس كده هنقلبها ونصبها في الطبق وعليها البقدونس وتبقى صلطة بألفة هنا وشفها للي ياكل ومش هدرمون منها ولا حتة شوفوا بقى البنجر لما يخرط على البطاطس البنجر احمر والبطاطس يا سلام تعرف الالوان بقى لما تاكل كده خمس اليان في اليوم تفضل تغني طول عمرك من غير ما تنسى ولا كلمة تعرف بقى انت تعرف بقى النهارده انا جايباكوا بقى